مرحبا فيكم. محبايا ببرج التور واللي تعبان. تعبان كتير 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 برج التور. الله يكون بعونكم. عم بتكون صعبة على على اغلب برج التور. خلينا نشوف هذا الشهر شو ممكن خبرنا طاقتك كيف راح تكون. اه طاقتك راح تكون اه شوية عم عم بتحاول انك تركز على العاطفة. اه هربا من خلينا نقول شوية مشاكل لشوية اه امور. اه عم بشوفك انت الربحان او انت اللي معك زمام الامور. اللي اه يعني شايفك انت اللي عم تعمل على العلاقة. اه عم بيبين عندي هون في شخصين اللي هو انت والطرف الثاني. شايفيتكم وانتو صغار وانتو كبار. فهذا كرت اه متل زواج للمخطوبين زواج ممكن للمرتبطين كمان او بوادر او اخبار عن موضوع الارتباط من الحبيب. شايف التقاء هون. التقاء ما بين شخصين شوفوا واحد اه اسمر كتير واحد اشعر كتير. ممكن اه بعضكم بحب حدا اجنبي او اه في بينه وبينه اختلافات كتيرة. ولكن عم بيكون في اه حب كبير. عم بتركز على هذا الحب بهاي الفترة يا برج الدور. وانك تصلح الامور اللي غربانة. خلينا نفتح بشكل عام اول شي بعدين. آآ على عاطفة شوي نفتح. اولا للناس اللي بستنوا حمل. للمتزوجين اللي بستنوا حمل شايفي في بشرة انه في حمل هاي الفترة. حتى للناس اللي ما عم يستنوا يعني في فرصة انه يكون فيه آآ حمل هاي الفترة. كمان بشوف انه اللي عندهم اطفال او كزا مغلبينهم آآ حتى مش اطفال يعني ابناء بشكل عام آآ عم بشوف لأ بتزيد عندهم الحنية بيروقوا اكتر آآ في منكم حدا من الاطفال كمان آآ تبعو لكم عم آآ بفرحك. شايفيتك انت كمان آآ ممكن انه عم تلجأ للأقارب اللي هم اكتر شي العائلة عم تلجأ للعائلة لحتى تساعدت بموضوع من المواضيع. ممكن في العمال في المال. ورح فعلا نتلاقي هاي المساعدة. ممكن مش من العائلة كمان. ممكن عم تستنى من شخص آخر. بشوف هاي الفترة متل انت عم بتعيش تناقضات كبيرة برج الثور يعني آآ هون مكتوب آآ سمر وينتر يعني آآ عم بيكون مشاعرك جدا متقلبة هاي الفترة. فما نخاف من هاي الشي ما آآ يعني نزود الاسترس علينا نحاول انه نطلع للأماكن الطبيعية نحاول انه نتنفس آآ نغير الموت تبعنا. عم بشوف عم تنتقل من اقصى السلبية لأقصى الايجابية. يمكن اول الفترة يصير عندك آآ توترات آآ تعب على جميع الاصعدة. ولكن بتنقلب كلياتها آآ لاقصى الايجابية آآ مع طبعا شوية غيوم شوية مشاكل صغيرة. ولكن عم بشوفك بتنتقل من مكان عمل لمكان عمل آخر آآ اذا مش قريدي صار يعني. للناس اللي يتركوا عملهم او بيفكروا كتير انهم يتركوا عملهم آآ عم بشوفهم فعلا عم يتركوا عملهم هاي الفترة ويغيروا. انا شايفة من الاوراق كلياتها التور عم بيغيرش كتير اشياء يعني في حياته. آآ عم بشوف سفر للناس اللي تستنى سفر في عدد كبير من التور ممكن انه يسافر آآ لبلاد اجنبية ممكن تكون اكتر من عربية. عم بشوفك. من بعد ما كنت محبوس يمكن آآ افكارك عم بتكون مقيد كتير. انت عم بتفكر في في اتجاه واحد ما عم تغيره. عم بشوفك بالعكس هاي الفترة عم بتحول هذا التفكير. بتحاول تغير من تفكيرك من تركيزك على آآ موضوع المواضيع. كنت تركز هون كتير وتهتم بالتفاصيل ويعني تضيع بالتفاصيل. آآ لأ شايفيتك آآ في ما بعد رح يكون في مثل آآ مش صحوة. مثل عم تطلع بالامور اكتر بواقعية. آآ آآ عم تطلع لبعيد. عم بتحاول انه تكون حياتك آآ افضل. وهي فعلا رايحة الافضل. انت كنت تفكر انه هاي التغييرات اللي كنت عم بقول عنها. نفكر انه هي ضدك. بس هي بالمستقبل رح تكون يعني رح تقتنع انه هاي التغييرات كان لابد منها آآ كان آآ يعني آآ بصالحك. مش زي ما انت بتفكر هلأ او خلال آآ التغييرات اللي عم بتصير في حياتك. على عكس المادة المادة عم بحسها بتزيد مع الوقت شوي 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 يعني مش مرة واحدة. آآ هذا الاشي جاي من عمل. العمل يمكن عم تشتغلوا آآ شغلتين بعضكم. آآ فعم يجي من واحد من العملين. عم بتشوف آآ في فعه فكرة عائق اما يكون في سفر اما في علاقة عاطفية. في عائق كبير. او في شخص يعني كان آآ يعني هذا العائق عبارة عن شخص. كان في شخص آآ مستهدفكم. عم بيلوث سمعتكم. عم بيحكي عليكم من وراكم. آآ ممكن يكون شاب ممكن يكون بنت آآ ما دخل يعني. ولكن شايفك انت ماشي على كل الاحوال. هذا العائق رح ينتهي او يخف. آآ شايفيتك عم توصل شوي شوي لمرادك. للاشي اللي انت بتحلم فيه اليك فترة طويلة. ولكن لازم نذكر انه في عوائق انت رح تتحداها يعني فيه تحديات. انت من بعد هاي التحديات رح توصل آآ للاشي اللي بدك اياه. في موضوع عم تستنى يعني. في موضوع عم تستنى اليك فترة عم بتشوف النتيجة. عم توضح الامور. عم آآ آآ شوفو عم عم بيصير فيه كمان اللي هو فيه اسرار في حقائق فيه شغلات. انت كنت كتير بحيرة. من انه يعني آآ انا شايفة انه فيه غدر من اقرب الناس اليك. هذا اوريدي صار على العموم يعني آآ على اغلب بيكون صار اوريدي فما رح يصير بالمستقبل خلاص انت صور تتفرق بين الصالح والطالح. عم تحتفظ بالناس الايجابيين اللي في حياتك وعم تودع الناس اللي يعني بيكرهوك رح تكتشف مين آآ بيكرهك من مين آآ بيحبك بسبب انك رح تكون في موقف ما. هذا الموقف رح يحدد لك يعني الاصدقاء آآ زي ما بيحكوا الاصدقاء بينعرفوا او كزا الانسان معدنه بينعرف من المواقف. فرح يصير في عندك آآ موقف آآ يعني لا تخافوا ما في شي بخوف ولكن هذا الموقف رح تكتشف اللي معاك من اللي عليك. ففي حقائق كتير عم تحصل عليها هاي الفترة. وهون عم بشوف في اللي قلت لكم عنها عنها شوية مشاكل شوية توترات عم بتكون في بداية الفترة ولكن في النهاية انت رح توصل للي بدك اياه. بكون صبور كون آآ انا بعرف الطور يعني بجمع بجمع بعدين بينفجر مرة واحدة. فلأ بقول لك هاي الفترة لا تنفجر لا كزا مشي الامور شو ما كانت آآ مشي للناس آآ يعني آآ خدهم على ادعاء لهم وكمل لانه النهاية لصالحك. آآ هذا كمان ممكن يكون على صعيد عاطفي. عم توصل لمرادك بعلى الصعيد العاطفي. عم تشرق الشمس على حياتك. من بعد طبعا صعوبات. من بعد آآ تعب. من بعد آآ تعب نفسي حتى. شايفي عندك حتى الصحة آآ عم تتحسن. هون بشوف اكتر للناس اللي عم تدرس او ناوية انها تدرس. شايفي نتائج حلوة كتير كتير لبرج التور. ولكن بيختاج كتير من آآ التركيز. آآ الحظ ما رح يكون مية بالمية معاكم. لذلك الرك كله او لازم تركنوه على المجهود اللي انتو آآ تعطوه. يعني ازا كنتو تعطوا مجهود خمسين بالمية لازم تعطوا مجهود او افورت للآآ للموضوع للدراسة اكتر يعني مية بالمية. عم بشوفك بت بتحاول تغير الامور آآ الامور عم تتغير ولكن بصعوبة ببطوء شوي ولكن زي ما قلت لك في النهاية في في نجاح في هذا الموضوع اللي انت عم آآ بشوف هاي القراءة اغلبها عم بتكون عملية. رح نشوف العاطفية لبرج التور. شو عاطفيا ممكن? هل في تغيرات? هل ما في تغيرات? فخلينا نشوف ازا. خلينا نشوف ازا لبرج التور عم بشوف في عندك آآ يعني مثل آآ نصر او امنية عم تتحقق من بعد. يعني حسينا باليأس حسيتوا باليأس آآ بشكل عام بالعلاقة العاطفية بانه الطرف التاني ما رح يتغير. ممكن تكون مشكلة من عندك انت يعني القراءات العاطفية انتو دايما بتعرفوا انه ممكن تكون آآ عكسية لانو هيقرأة عام. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة